تفاصيل أخبارنا من كورت اليد الفريء الأول لكورت اليد بالنادي الأهلي وصل القاهرة النهاردة بعد اختام مشاركته في منافسات بطولة كاس العالم للأندية اللي أقيمت مؤخرا في المملكة العربية السعودية الفريء وصل النهاردة القاهرة والمدير الفني الإسباني الجديد ديفيد ديفيز عمل اجتماع مع اللعبين يتكلم خلال الاجتماع على خطته خلال الفترة المقبلة الأهلي كان احتل المركز الرابع خلال مشاركته في منافسات بطولة كاس العالم للأندية بعد الفوز في مباراتين بالدور الأول أمام مدر السعودي ويبام فيك البرتغالي ثم الخسارة أمام مكتبرج الألماني في الدور قبل النهائي وخسارة أخيرة أمام كلسي البولندي في مبارات المركز الثالث والرابع الأهلي كمان دخل في مفاوضات مع عدد من اللاعبين لتدعيم مركز صناعة اللعب بعد الإصابة اللي اتعرض لها سيف هاني فوكس بقطع في إرباط الصليبي وهيغيب على إثرها فترة طويلة مركز صناعة اللعب فيه الأهلي بيتواجد فيه أحمد خيري القادم من دينمون وخارست طبعا الروماني وإسلام حسن صاحب الخبرات الطويلة الأهلي كان بيسعى للتدعيم نظرا لأهمية المركز ده كيد كل التوفيق طبعا للنادي الأهلي ولكل الفرق خلال مشاركتهم في منافسات الموسم الجديد